فقرة التوب نيوز وعندي مجموعة من الأخبار العام نسمع ونركز في اللي جاي عشان اللي جاي فيه أخبار أكيد محتاجين نتكلم فيها مع جمهورنا في كل مكان. أول حاجة برنامج الترند وقناة الأهلي بتطمن حضراتكم على حالة وسام أبو علي. ده بداية ليه؟ إذا كان الإعلام لم يستطع في الحصول على أي معلومة تخص مهاجم النادي الأهلي. هتلاقي الاجتهادات كثير. وإحنا من دي وان قلنا لحضراتكم. أول ما الناس اجتهدت وقالت لكم على طول. حتى اللعب وقت ما كانش لسا وصل القاهرة. إلحق ده وسام أبو علي عند إصابة في الرجبة. تلع الموضوع لما هنا نفيناه. وقلنا جماعة ما فيش حاجة اسمها إصابة في الرجبة. إصابة وسام مشت القدم في إصابة بإذن لاتكم بسيطة لما يجري الأشعة والناس تطمن عليه. فأول حاجة كانت أول حاجة على السوشيال ميديا إلحق إصابة في الرجبة. فقلنا لكم ما فيش إصابة في الرجبة. فبيتالي إحنا هنا ما بنقولش إلا الحقيقة. ما فيش حاجة تستيقى لنا إحنا نخبيه على حضراتكم. ولكن لما تبص على فرق منافسة بتلاقي مثلا إصابة نجوم. ما بيتقلش التشخيص أو الإصابة أو المدة. واللعيد ممكن يقعد أسبوع واثنين وثلاثة ويرجع والناس تشوف في الملعب والموضوع بيعدي عادي. دايما بحس إن أو بنشوف إحنا حتى كلنا إن فيه استرس أكتر على الجهاز الطبي وعلى الجهاز الفني الأهل إن ضروري إن يعلن نتيجة الإصابة أو نتيجة الأشعة أو مدة الغياب قد إيه. ما يمكن الجهاز الفني ليه فلسفة معينة إن ما يعلمش مدة الغياب قد إيه. يشوف اللعب مدى قابلية يعني التأهيل الفترة اللي جاية وجهزيته المباراة. ممكن يقول لك غيب إسبوعين ويرجع بعد إسبوع. ممكن يقول لك غيب شهر ويرجع بعد عشر أيام. ليه؟ هو أكتر حد حريص على جهازيته الجهاز الطبي والجهاز الفني. هم أكتر ناس حرسين جدا. ولكن هل الجهاز الطبي أعنا إصابته هتاخد قد إيه؟ لا ما أعلنش. هو حاليا اللعب بيشارك في البرنامج التأهيل والنهاردة كان موجود في ملعب التتش بيشارك في البرنامج التأهيل. ولكن نقدر نقول إن وسام هيغيب شهر؟ لا طبعا. إنت تتكلم ماتش الاتحاد. ما شاركش فيه ماتش استاد أبيتجان بنسبة كبيرة مش موجود فيه. والجهاز الطبي بيحاول يجهز وسام لأول ديسمبر. إذا ملحقش على أقل رحلة جنوب أفريقيا بإذن الله وسام أبو علي موجود في بطولة انتر كونتلينتا مع الفريق. الموضوع مش هيوصل لكده كمان يعني. لكن الناس ستلع تقولك ده هيغيب شهرين. ده هيغيب تلاتة. ده كان مصفر رجبة. وواضح إنه فيه مشكلة. ليه مشكلة؟ الموضوع بسيط جدا. آه الإعلام دايما بيبقى عايز المعلومة. ولكن ما يبقاش على حساب جمهور الأهل. ما يبقاش على حساب إنك تعمل تريند عشان الناس تشوفك أو الناس تتفرج. طلح ناس قالت بعد إصابة الرجبة ده شرخ. مين قال رجبة ومين قال شرخ. ما يمكن فيه حاجة في مشت القدم ممكن يكون فيها إجهاد معين في شازية أو في إصابة معينة وبسيطة. فبطمن حضراتكم من خلال برنامج التريند. بطمنكم حالة وسام. الجهاز الطبي بيتعامل معها وبإذن الله يكون جاهز قريب جدا خلال الفترة اللي جاية. الناس تقول لك لا ده مش هيرجع إلا على يناير. والله العظيم أنا بقال أكد لحضراتكم. إذا ملحيش حتى ماتش أورلاندو بيرس. وأنا بقول لكم ده إذا يعني. وده مش هيحصل إن شاء الله. هيكون موجود في بطولة قطر. مفيش أبعد من كده والكامل اللي بيتقال بس الجهاز الطبي بيتعامل بحرص كبير جدا مع الجهاز الفني. طيب النهاردة في التدريب الصباحي. عمر كامل عبدالواحد شارك في المران. مفيش أي مشكلة. ياسر إبراهيم شارك في المران. أشرف داري النهاردة بدأ تدريبات الكرة في ملعب التتش. أشرف داري ناس كيف تقول لك نصابة مزمنة هيغيب شهرين. هيغيب تلاتة. النهاردة أشرف داري بدأ تدريبات الكرة في ملعب مختار التتش. ومعه كمان محمد عبدالله اللاعب الصاعد من قطاع الناشئين. فبإذن الله إن شاء الله مفيش أي مشاكل في جهازية اللاعبين للمراحل القادمة.